اكدت سعادة السيدة لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى ان مملكة البحرين وبقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء تول اهتماما بالغا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وخلال المشاركة في جلسة تمويل فكرة العمل ضمن جلسات منتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية اشارت سعادتها الى تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما نوهت بجهود المجلس الاعلى للمرأة في التشجيع على الابداع والتميز والمشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر